انا اذكرت الحتة دي سيد مالك. يعني مثلا انا انت بتقول لي انا ما اسمي مالك اقار. كيف ما مالك اقار. ما اسمي مالك اقار خالص خالص. لكن خلاص مش انا محترف انا اسمي ذاته انا بقول انا مالك اقار. لكن لما دخلت المدرسة اه الله يرحمه محمد احمد المجزوب في اه. محمد احمد المحجوب. المجزوب. هو في الحارة الرعبة هنا والحارة التالة ما عارف. كان ناظر المدرسة. فلو منجينا دخلنا اسم بتاعي صعب انه ما بدي لتكاتب له. كان اسمه انا اسمي غانيوفا. نعم. غانيوفا. اسمي غانيوفا. فهو بحاول اكتب فيو. ما قادر يلقى انه يكتب. قال خلاص اسمك مالك. كان زمان عندنا اسم بتاع حكومة. واسم بتاع البلد. فاسمي بتاع الحكومة اسمه مالك. لا اسم الحكومة. فاستمره. لانه ما اكدك صعب انه يتكتب. ما خلاص. انت طيب انت طوالة يجبني لي مالك. وبتجلدني. لو نسيته انا بنجلد. تنجلد. ولو اتكلمت لغتي انا بنجلد. مرات بيلبسونا في الرنك. انت بتلبسه. فانا بيجي ببحث عنك عشان اديك الرنك ده. بيجي تتكلم معه اللغة المحلية عشان تتكلم معه املوس فيك. امشي جلده. فدي. ده في سبيل انه يحصل تعريب. طبعا حصل التعريب. انا بيجيد مالك اجار مسلم. كل الحاجات دي وكل التبعات ده خطة صغافة. وهسي بتكلم معك باللغة العربية. بدون ارادتك. ودرس اللغة العربية. وبدون ارادتك. طبعا بدون ارادتك. لكن في النهاية خلاص دواقي. نعم. اهي.